يعني عايزة اتكلم على الحاكم لان بصراحة احنا هو كسبانين والاهل كسبان والدنيا زي الفل ومفيش اي مشاكل بس الحاكم كان قلال جدا الحاكم كان ضعيف جدا الحاكم لا يليك ابدا بانه يدير مباراة زي دي خبراته قليلة شخصيته ضعيفة جدا في الملعب تمان شفنا الانزار طلعه الحمدي فتحي لما لعبت الزمالك قالوا له يزال على النبي انزار الحمدي فتحي لان احنا راح نطلع انزار او اتهاز يعني من تجمع وعلعب الزمالك عليه شفنا الكورة وضربة الجزاء اللي خبراء التحكيم بتاعت حمدي فتحي اللي ما تحسبتش في تدخل محمد عبدالجاني وحمدي فتحي في الهواء خبراء التحكيم هنا في مصر والمحللين قال لك لا ضرب الجزاء شفنا العنف الكبير جدا يعني للأسف نتمنى انه ما يتكررش تاني من عمر جابر مع طاهر محمد طاهر كورة فيها عنف واضح من غير كورة اصلا فيش كورة بعد ما الكورة تلعت اوترح الراجل ضربه برقبته في دماغه للأسف شديد يعني من عمر جابر فين الحكم في الجزئية اللي زي دي شفنا احتكاك قوي قوي فيه او مبالغ فيه وعنف قوي من امام عشور مع اقرم توفيق في اول ماتش شفنا تصرف من عواد مع علي معلول ما كانش ليه اي لازمة فين الحكم بالتحديد في كورة طاهر وبالتحديد في ضربة الجزاء بتاعت حمدي فتحي بخلاف كده شخصية الحكم ضعيفة وهنا كان لازم يبقى فيه يعني استفسار مفيش لجنة حكام اصلا عن دي بس انا بتكلم على كلاتنبرج احنا بنحاول ندعمك ونسندك عشان تطور لكن قرار زي ده كان من المفترض انك تجيب حاجة افضل من كده بكتير وتقيم تحكيم افضل من كده بكتير